حول واقع وأفاق الاستثمار في مدينة القدس وأيضا مشكلات ومخاوف المستثمرين في المدينة نصدف الأستاذ مازن صنقرط رئيس مجلس إدارة شركة القدس القابدة أهلا بك أهلا بكم في البداية في حديثنا عن الاستثمارات لو تحدثنا عن حجم الاستثمارات الاقتصادية تحديدا الفلسطينية في مدينة القدس يعني للأسف حجم الاستثمار الفلسطيني في مدينة القدس لازال متواضعا وهو صغير نسبيا لأن الناظر إلى الحاجة الاستثمارية في مدينة القدس فهي كبيرة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والواعدة منها كالإسكان والسياحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها للأسف نحن نتحدث عن استثمارات محلية ضعيفة جدا الاستثمارات الفلسطينية من خارج القدس أو من أهلنا في الـ 48 لا زالت محدودة جدا فبالتالي القدس هي ليست على الخرطة الاستثمارية للفلسطينيين وبكل أسف في هذا الجانب لو تحدثنا عن العوامل الطاردة للمستثمرين والاستثمارات في مدينة القدس يعني بعض هذه العوامل التردد الغير مقنع بعضها القوانين الإسرائيلية الجائرة ولكنها هي قوانين تبنى وإن كانت وضعية وهي مبنية من مؤسسات نوعا ما فاعلة وقوانين إلى حد كبير عصرية ولكن يعني البيئة هي ليست طاردة في المفهوم الاستثماري ولكنها واعدة إذا نظرنا إليها عن قرب وحاولنا أن نركز اهتمامنا في أننا نريد للقدس أن تكون فعلا عاصمة للشعب الفلسطيني فعلينا أن نزيد اهتمامنا فيها وعلينا أن نزيد استثماراتنا فيها وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تسخر بعض السياسات الاقتصادية المحفزة للشركات الكبرى والبنوك الفلسطينية لكي تزيد من اهتمامها وتطلعاتها نحو الاستثمار في مدينة القدس وبرأيك أي القطاعات تشمل الجزء الأكبر من الاستثمار في مدينة القدس ولماذا تحديدا هذه القطاعات خصيصا تنجح أكثر أو ربما تسيطر أكثر على الشارع المقدسي يعني هذه المدينة القدس هي مدينة تاريخية فيها كثيرا من الحضارات وفيها المراكز الدينية الأساسية ممثلة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة فيها صور القدس العظيم والبلدة القديمة وتاريخها وحضارتها ومركزها الجغرافي ما بين المدن فبالتالي السياحة هي ركن أساسي وتشكل 40% من نتج المحلي للاقتصاد المقدسي وهي واعدة ونرى اليوم السياحة الإسلامية الوافدة من دول كماليزيا وأندونيسيا وتركيا وغيرها ونرى أيضا السياحة المسيحية التي أيضا تأتي إلى القدس فبالتالي علينا الاهتمام وعمل بنية أساسية أكثر ملاءمة لاستقطاب هؤلاء الناس والاستفادة من هذه السياحة الوافدة التي تسعى أن تكون وجهتها القدس الشرقية بالتحديد الإسكان بلا شك هو قطاع أساس وواعد لتثبيت المواطن الفلسطيني وبالتحديد الأزواج الشاب وتطلعاتهم والعيش بكرامة في داخل هذه المدينة المقدسة فنحن نتحدث اليوم عن حاجة المدينة لحوالي 40 ألف شقة سنوية خلال 10 سنوات القادمة وأيضا التعليم نحن بحاجة لمئة مدرسة جديدة لأننا عندنا نقص هائل بالصفوف المدرسية بالنهاية هل برأيك تتجه الاستثمار وواقع الاستثمار في المدينة إلى الضعف أكثر إلى التزايد أم إلى لربما الإنقراض تحديدا في المدينة والاستثمارات العربية تحديدا يعني سياسات إسرائيل واضحة تجاه مدينة القدس هي ترفع شعار لا للتنمية في القسم العربي في مدينة القدس وهذه سياسات ممنهجة وواضحة بأدوات مختلفة ويتتحدث عن قضية الضغوط المختلفة وبالتالي التهجير لأهلنا في مدينة القدس لكي تكون الديمغرافية أقل مما هو الحال عليه اليوم نحن اليوم 40% من ما يسمى القدس الكبرى يريدون لنا أن نكون أقل من 15% في ما يسمى بالقدس الكبرى إضافة لذلك سياسات الأسرلة والتهويد الممنهجة من المؤسسات الحاكمة في إسرائيل فبالتالي كل هذه الأمور هي بلا شك يعني سياسات ضغطة بس ولكن يجب أن لا تؤثر فينا إذا كانت الإرادة موجودة عند السياسيين من ناحية وعند القطاع الخاص الفلسطيني والعربي من ناحية أخرى لأن القدس هي لنا وأننا بدون القدس لن يكون هناك لا دولة فلسطينية ولن يكون هناك كرامة للشعب الفلسطيني ولا حتى العربي والمسلم الأستاذ مازنس النقرة رئيس مجلس إدارة شركة القدس القابضة شكرا لك على هذا اللقاء شكرا لك على هذا اللقاء